وَمَنْ يُضِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاتِ اللَّهَ قَالَ الْقُرْآنَ دَا أَحْسَنَ الْحَدِيثِ أحمد التجاني قال لا كضب كضب القرآن الآية دي من القرآن صالة الفاتح بتاعته تقرى مرة وحدة زيقرية القرآن كامل ستة ألف مرة صالة نجرى من راسه وبعد دا ناس يمشوا يباروا العواليق والدلاليق دا من التجانية والله دي وحدها تكفي لبيان وزندقة وكفر العقيدة التجانية الصوفية في السودان وفي كل العالم ذوي يقول عنده كلام نجر من راسه سمى صلاة الفاتح الله يفتح راسه سمى غيره يقول دا أفضل من القرآن ستة ألف مرة وبعد يجيب لك في التلفزيون كرمات سيدي الشيخ العارب بالله مين 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 ابن التجاني كرمات مين 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 ابن الفلان الفلاني الكباشي الصوفي أو غيرهم النازل بحارب في دين الله الصوفية بحارب في دين الله ألا فليبلغ الشاهد الغيب الصوفية بحارب الإسلام وبعد ذا يجيج جبهجي جبهجي مرضان يجيبه في حلقة طبعا شبعان يترع في التلفزيون يكرع مجرم يقول لك طبعا الإسلام في السودان هو الإسلام الصوفي وقد أدخل الإسلام التصوف كذاب الإسلام أدخل عبد الله بن نبي السرح الصحابي مش الصوفية سنة واحد وثلاثين هجرية وأول صوفي داعية شرك وضلال دخل البلد سنة تسعمية خمسة وتمانين تقريبا وهو الشيخ تاج الدين البهاري شيخ الطريق القادرية القادرين الجامل بغداد